أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدهولي أنه جال الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من مختلف الوزارات بهدف إرسالها للبرلمانة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والسرع وذلك ما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي فعلى صعيد شان داخلي جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شانها أن تسهم في النهود بهذا القطاع الحيوي إلى جانب العمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مشيرا إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى التنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر ما يسهم في تحقيق مزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي والتي من بينها زيادة معدلات النمو والارتقاء بحجم الصادرات المصرية